ايه اكتر مشاكل المرأة استاذة منصورة اللي شايلة همها فيها وحاسة انك دورك من خلال عملك عليه مسئولية في انك تحاولي على قد ما تقدر يتساعديها في انها تتخلص من المشكلة دي اه يعني انا يعني اظن ان اهم شيء ممكن بنمنحه او الشخص بيقدر ياخده لنفسه وفكرة الحرية الاختيار الحق في الاختيار في احيان كتير وفي بيئات كتير المرأة بتبقى محرومة من الحق في الاختيار انها تقرر يعني ممكن يبقى فيه شخصية مؤهلة ممكن تحقق الكتير جدا لكن نتيجة انها مولودة امرأة في مجتمع معين محافظ ممكن تمنع من العمل ممكن تمنع من الخروج ممكن تعليم ممكن يفرض عليها جواز يفرض عليها حاجة كتيرة جدا واحيان كتير المجتمع ككل هو الخسران لان تخيالي كم المواهب اللي كانت ممكن تبقى موجودة واللي بنتحرم منها نتيجة هذه الاوضاع يعني بتحس على الاقل ان كل انسان يبقى له الفرصة ان هو يختار له الفرصة ان هو يختبر قدراته ان هو يجرب الاستقلال يعني فالحق في الاختيار ده مهم جدا يعني كمان عشان تعرف تختار كمان لازم يكون عندها قدر من الوعي عشان تقدر تختار مصبوط اما انت لو هتحرمها من تعليم لو هتحرمها من تعليم لو هتبقى انت بتختاري لها كل شيء فمش هيحصل الاستقلالية ولا نمو يعني مثلا في بعض الاماكن في الصعيد وفي الريف مثلا علشان البنت يبقى مسمح لها ان هي تواصل تعليمها المراحل العليا لازم تبقى مميزة جدا لازم تبقى هي متفوقة جدا في حين ان الولد حتى لو مش متفوق بيبقوا وراه ودفعينه فمش طبيعي ان الحق في المواصلة التعليم والاختيار والنيات تبقى مستقلة وشخصية لها كيانها انها لازم تبقى يعني كاملة لان ده مش عادل يعني صحيح كامل الله وحده يعني